مكان هذا. انا اجيب لك قصة ضريفة. كنت اه معزوم عند الاستاذ محمد عبدالوهاب جباري الله يرحمه. اه كان رئيس مجلس الادارة حق البنك. وبعدا نحن كنا في بيته. قال لي اه خذ قات. قلت له انا ما اخزن. قال لي اشرب شاي. قلت انا ما اشرب الشاي. قال لي اشرب قهوة. قلت انا ما اشرب القهوة. قال لي ليش ما اتخن? قلت انا صحيح ليش ما بتشرب شاي وقهوة. طب قهوة فهمنا. بس شاي وقهوة ليش ما بتشرب? والله هاكا لا تربيت يعني انا هاكا. طيب يعني حتى الشباب قولوا شو القات. الشباب ما بتكون انت عارفوا واحد صحيح. هاذا هي الحقيقة يعني. بيقولوا قال بدهم اجتمعوا مشان بعض العلماء اللي هم نجتمعوا. بدهم نجتمعوا حتى يحاربوا القات. فقالوا تعو نعمل جلسة تخزين لنفكر كيف. هذي نكتة وليست حقيقة. طيب. طيب استاذ الكريم.